بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم الدرس الجديد من دروس دروية الفوتوشاب ومقدم من قلب أفريق قصص معكم خلدوني يلداني ضمن هذا الدرس نحن هنحكي عن شي اسمه adjustment إذا كان عندي مثلا هالصورة هاي وبدي عدل على الإضاءة طبعه الألوان طبعه إلى آخره فممكن أنا من خلال قائمة اسمه image اختار adjustments واختار الشي اللي بدي عدل عليه مثلا فيني اختار brightness contrast هلا هون فيني أنا اختار الإضاءة تبعي مثلا هاي زودت الإضاءة وزيد من contrast تبع الصورة يعني التباين بين الألوان فيني خففه وفيني زوده فبضغط اوكي فملاحظ انه التعديلي اللي صار عندي ال adjustment اللي صار على الصورة بحد ذاته فأنا إذا حفظت هالصورة وسكرتها ورجعت مثلا بالمستقبل مثلا بدي عدل يعني اعمل control Z على الشي اللي سويته ما بدي ليش لأنه أنا حفظتها على الصورة نفسه طيب شو الحل؟ الحل بها الحالة مبدايا اني اكبس control Z برجع للصورة الأساسية بعمل شي اسمه adjustment layer يعني انه أنا ساوي طبقة بساوي التعديل بقلب هالطبقة وبتكون هي فوق الطبقة الأساسية اللي هي هون عنا layer صفر اسمه شلون؟ ممكن من خلال layer بعمل شي اسمه نيو adjustment layer وبختار الـ adjustment اللي بديه أو بقدر من هون في عنا من هذا الخيار بقدر اختار adjustment معينه مثلا brightness contrast فأنا وقت اخترت هذا الـ adjustment لاحظ عمل ليها بطبقة جديدة لحاله وفتح لي هون الاعدادات تابعه بقدر مثلا زيد brightness تابعي وزيد contrast تابعي فبأي وقت انا طبعا وقت بحفظ ملف هذا BSD بأي وقت بقدر اعمل هيك بروح adjustment تابعي أو اني مثلا احزفها للطبقة ممكن بالزر اليميني اختار delete layer أو ممكن حدد layer تابعي واختار ضمن هذا الزري اللي هو delete بايلي بدك تحزفها بايلي اوكي نحسفه ريت برجع بضيف الـ adjustment اللي بديه اللي هو brightness contrast وبزيد من الإضاءة وبزيد من تباين الألوان طبعا هي الـ adjustment هي عبارة عن طبقة فألا هي الطبقة بقدر ساوي عليها أي شيء بقدر ساوي على الطبقة مثلا فين يخفف من الـ opacity تابعه هي خففنا الـ opacity تابعه أيضا فين يضيف مثلا adjustment تاني مثلا نفترض هاي hue saturation مثلا بغير بالـ hue مثلا منلاحظ أنه اللون صار عندنا أخضر ممكن مثلا زيد هذا هيك على السواد بيصير او فين يخففه يفضل أحسن شيء يضع صفر وأيضا فيني إلعب بالـ saturation بيطلع بهالشكل هات بس كمان هذا مزارف بس الـ hue بشكل عام بيساعدني بإني أتحكم بالألوان تبع الصورة تبعي مثلا أنا عجبني هذا الـ hue فيني أعمله save واتعمله save فلاحقا فيني استخدمه مثلا إذا سميته أي اسم بدية فيني استخدمه مباشرة بدون ما أختاره كل مرة طبعا كمان فينا إذا أمناها لهاي فينا نرجع على الطبقة الأساسية اللي هي الـ brightness contrast فينا نختار الـ blending تبعنا في مثلا نختار overlay أو فينا نختار lighten أو darken إذا ما نلاحظ أنه نحن من خلاله منقدر نعمل كثير شغلات طبعا في كتير عنا أنواع مثلا في عنا هاد نشوف شو بيساوي لاحظوا سواليا بهالشكل هاد طبعا حنحكي عنها الـ adjustments كلها بالدرس المقبله هيك بيكون انتهى هذا الدرس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر